اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حزمة من عشرة قرارات استراتيجية لدعم ملف التوطين وذلك خلال اجتماع المجلس اليوم في قصر الرئاسة بأبو ظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واسمو الشيخ منصور بن زايد ألنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ترجمة للرسالة الثالثة ضمن رسائل الموسم الجديدة التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتفعيل آليات العمل والدفع بمسيرة الإنجاز في الدولة في كافة القطاعات اعتمد مجلس الوزراء برئاسة سموه حزمة من عشرة قرارات استراتيجية لدعم ملف التوطين في الوزارات والجهة الاتحادية والشركات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية والمحلية وجميع القطاعات الاقتصادية وتشمل القرارات إقرار أنظمة توطين يتم بمجبها رفع النسب في قطاعات استراتيجية تشمل الطيران المدني والاتصالات والبنوك والتأمين والتطوير العقاري مما يسهم في خلق نحو عشرين ألف فرصة وظيفية للمواطنين خلال ثلاث سنوات بمتوسط نحو ستة ألاف وسبعمائة وظيفة سنويا كما تشمل الحزمة إنشاء صندوق وطني بقيمة ثلاثمائة مليون درهم لدعم وتأهيل الباحثين عن عمل وإقرار منظومة جديدة لتدريب ثمانية ألاف مواطن سنويا من الخريجين في الشركات الحكومية وشبه الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لمدة ستة إلى ثني عشر شهرا يتم خلالها صرف مكافآت شهرية للمتدرب بما لا يقل عن عشرة ألاف درهم ومدعومة من الحكومة بنسبة أربعين بالمئة كما سيتم تكليف كليات التقنية العليا بعمل دبلومات تخصصية لتأهيل وإعداد المواطنين للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة بحيث تستهدف هذه البرامج خلال السنوات الثلاث القادمة تدريب وتأهيل ثمانية عشر ألفا من المواطنين بالإضافة إلى ذلك سيتم تخصيص جزء من عوائد الضريبة المضافة على المستوى الاتحادي والمحلي لدعم برامج التوطين هذا ويتم قصر التعيين في الوظائف الإدارية أو الإشرافية والخدمات المساندة بالوزارات والجهة الاتحادية على المواطنين إلى جانب تعديل قانوني العمل والمعاشات للمساواة في الامتيازات بين العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع شبه الحكومية وذلك في آلية احتساب المعاش التقاعدي وضم الخدمة ومن القرارات أيضا إلزام كافة الشركات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية والمحلية ومنشآة القطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة مستهدفة بالتوطين وإلزام الشركات والمنشآة في القطاع الاستراتيجي المخالف لأنظمة التوطين بدفع مساهمة لدعم برامج التوطين وتأهيل القدرات للمواطنين للعمل في القطاع الخاص كما سيتم إصدار مؤشر سنويا للتوطين لقياس وتقييم حجم الالتزام بقرارات الملف في كافة القطاعات وأيضا سيتم تقديم حوافز حكومية استثنائية للمؤسسات المتميزة في تطبيق منظومة التوطين والدعمة لها بالإضافة إلى قيام مجلس الوزراء بتنظيم احتفالية سنوية يتم فيها تكريم أهم الشخصيات الاقتصادية من المواطنين وغير المواطنين الدعمة لملف التوطين هذا وكلف مجلس الوزراء وزارة الموارد البشرية والتوطين بمتابعة تنفيذ القرارات العشرة بالتنسيق مع المجالس التنفيذية إلى ذلك شهدت جلسة مجلس الوزراء اعتماد قرارات وسياسات أخرى من بينها تعديل قانون الإفلاس وتعديل تشكيل لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير ومجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات مواصلات الإمارات وغيرها من القرارات